مسل نور مس عليك سميحة وعلى جميع المشاهدين أهلاً فيك ننشوف هذا التقرير عن تحضيرات نادي الحسين لمرحلة الذهاب ونبلش حديثنا لم يكن أكثر المتفائلين من عشاق الحسين إربت خلال السنوات الماضية يتوقع أن يكون غزاة الشمال في المراكز المتقدمة خلال مرحلة الذهاب وأن يكون متصدراً لأغلب أسابيع هذه المرحلة هذا العمل لم يأتي من فراغ النادي الذي استلمته إدارة مؤقتة وضعت نصب عينيها أن يكون الحسين في المقدمة فأبرمت العديد من السفقات التي وصفت بالقوية قبل بداية الموسم سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب في الأسابيع الأخيرة من مرحلة الذهاب عن الفريق من عدم الاستقرار الفني استقالة المدرب السابق أمجد أبو طعيمة وقدوم مدرب روماني ومغادرته خلال أيام قليلة دون توضيح الأسباب أدى لتراجع الفريق لكن اللجنة المؤقتة اتخذت قراراً سريعاً بالاستعانة بالسوري أيمن الحكيم الذي سابق وأندرب في دورينا ولديه خبرة بالتعامل مع الكرة الأردنية خلال فترة التوقف أغلق الحسين إربد ثلاث سفقات في يوم واحد معززاً خط هجومه بابراهيم الجوابر ومحمد أبو عرقوب والمحترف كالديرون دفعة واحدة واليوم مع عودة مرحلة الإياب ما هي خطط الحسين إربد لهذا الموسم وماذا يعيد جماهيره مع نهاية الدور وهل فريقه اليوم قادر على المنافسة حتى الأسبوع الأخير من دور المحترفين هذه الأسئلة وغيرها ننتظر ضيوف حلقة اليوم للإجابة عليها ليس يعني إذا بنا نحكي اليوم عن الحسين إربد بنقدر نقول إنه الحسين إربد معادلة صعبة في دور المحترفين أكيد والجمهور الجماهير الحسين إربد بطلت بس بدها أنه تنافس على مركز متقدم ولكن بدها النادي ينافس على اللقب قديش هذا الموضوع بزيد ضغوط على النادي وعلى إدارة النادي هو يعني بداية فعلياً زي ما أنت حكيتي جمهور الحسين بطل يرضى أنه يتطلع فعلياً تطلع أن أنا بس موجود بالدوري كمنافس من أول أربع مراكز أو شيء زي هيك لا أنا بدي لقب وهذا حق صراحة حق مشروع طبعاً لأنه بتعرف في السنوات طويلة الحسين ما نافس من زمن الاحتراف فحالياً هو بعمل ضغوط إذا ما نحكي أنه لا أكيد بعمل ضغوط بس بالبداية كان فيه امتصاص للضغوط أنت تعرف بالبداية ما أحد صراح أنه ممكن نفوت بلقب دوري أو أنه نافس لا كنا نحكي إحنا بدنا آسيا وبدنا طبعاً بالاتفاق المبدئي كان مع الجهاز الفني مع الإدارة مع الإدارة كان الاتفاق أنه إحنا نافس على لقب بس بشان نمتص الضغوطات ما بدينا وحكينا لما شفنا وضع الفريق قاعد بتقدم الفريق تصدر بمرحلة الذهاب سبع جولات وبعد التصدر بسبع جولات بجوز بتعرفي دائماً هاي بصير تقلبات بعد التوقفات صار في توقف طويل للمنتخب فأثر على الفريق شوي والفريق تراجع بس سمحك الحسين حالياً مركز ثالث مش بعيد عن الصدارة فإن شاء الله إنه يعني إحنا قريبين بإذن الله مع التعزيزات طبعاً اللي شفناها بالفيديو بتأكد إنه إحنا فعلاً قريبين إن شاء الله اللجنة المؤقتة يمكن عملت شغل كتير جبار وخلال هاي مرحلة العمل بكل تأكيد كان هناك العديد من الصعوبات اللي واجهتها اللجنة المؤقتة شو أبرز الصعوبات اللي واجهتوها وقدرتوا إنكم تتخطوها صراحة أبرز الصعوبات الموجودة بالأندي وكلياتها المادية طبعاً المالية اللجنة المؤقتة برئاسة سيد عامر أبو عبيد من البداية وهي في عندها أكيد منغصات مادية ومعرقلين مادياً يعني كان في شكاوي مثلاً من 2015-2016 شكاوي قديمة ممكن من 2010 حتى ترتبت على الفريق بتعرفوا إحنا لأنه من طموحنا نشارك أسوي فإحنا أول إشي بنا نفوت فيه البند المالي البند المالي لازم يكون صفر فالحمد لله هاي الإدارة اشتغلت من البداية أنه كيف إحنا نتخلص من هاي الديون نبرمج أو يكون فيه آلية معينة نقدر إحنا نوصل لعند الترخيص الأسوي يكون إحنا علينا صفر والحمد لله رب العالمين هسا بجوز بآخر فترة أو بالشهر المقبل خلينا نحكي منكون منتهيين من أي مشاكل مع الفيفا أو الاتحاد الأردني بيكون عندنا صفر ديون بالنسبة له هاي المشاكل فمنقدر أنه نخذ الترخيص الأسوي وهي من أحد الخطط اللي إحنا بدنا عليها بجوز من سنتين وإحنا نحكي وهو الرئيس يحكي على بالنسبة للاتحاد الأسوي على رخصة الأسوية والحمد لله هيك إحنا صار بمقدورنا هاي بجوز أكبر الصعوبة ثاني الصعوبة أنه إحنا بتعرفيه فريق صلوا سنوات مش منافس فثقافة أنك أنت تكون منافس شوي صعبة حتى على الجمهور لكل عاملين بالنادي فالحمد لله تغلبنا عليها يعني هاينا الحمد لله منافسين وإن شاء الله أنه يكون لقب هاي السنة إن شاء الله طيب تم التوقيع مع ثلاثة لاعبين دفعة وحدة هل كان ذلك بتوصية من المدير الفني أيمن الحكيم وهل برأيك أنه ثلاث لاعبين دفعة وحدة في مركز الهجوم هو ما يحتاج إليه الفريق صراحة آه يعني بالنسبة للثلاث لاعبين اللي تم التعاقد معهم مرحلة بين الذهاب والإياب هم ثلاث لاعبين محتاج الفريق مراكزهم هم مش يعني هم هجوم هم صندوق لا هم في منهم أطراف وفي منهم مهاجم يعني هو زي لنا نحكي يعني مثلا فيه لاعب إبراهيم جوابرة بطقن أنه يكون لاعب مهاجم وبطقن نفس الوقت يكون طرف ونفس الإشي اللاعب محمد أبو عرقوب نعم وكل ديرون طبعا هم ثلاث صفقات هجومية بتوصية الكابتن أيمن الحكيم لأن الكابتن أيمن الحكيم لما تواجد شاف في عنده مشكلة بالهجوم إحنا كنا نسيطر على معظم المباريات بس للأسف ما نسجل فهي اللي عملت عند الكابتن أنه لازم يكون في صفقات جديدة نشوف إحنا وياك هلأ عدد من المقابلات عملناها مع نجوم الحسين نعم تمام نعم من المقابلات بسكر إدارة نادي الحسين والجهاز الفني على ثقتهم فيني أول إشي وثاني إشي إن شاء الله نطمح لتحقيق يعني بطولة مع نادي الحسين نادي جماهيري نادي كبير فإن شاء الله يعني حان الوقت أنه نقدم بطولة للجماهير الكبيرة طبعا تطلعاتنا إحنا أكيد منسعى للبطول إن شاء الله بمجهودات الفريق ومجهودات الكادر الفني والإداري طبعا ما شاء الله الفريق فريق ممتاز فيه عناصر ممتازة وطموحنا كبير إن شاء الله حتى نحقق بطولة وبطولتين إن شاء الله حتى نكون يعني إحنا منافسين للأفريق اللي قدامنا وإن شاء الله بنوعد جماهيرنا جماهير الحسين إنه إحنا رح نعمل اللي منقدر عليه بإذن الله حتى نحقق البطلات في هذا المرحلة الإياب إن شاء الله إذا ما بتعرف إحنا خلصنا مرحلة الذهاب النقاط كويسة أسعى لنا الإياب إن شاء الله رح نحرز العالم الكامل والنافس ونكون بالمرقز الأولى بإذن الله إحنا خاصة إنه تمام عجبنا لعبيين جداد وإن شاء الله يوفقنا ووفقهم إن شاء الله يعني ليت متحمسين الشباب معنويات آه ما شاء الله عليهم صحيح بيبين المقابلات إنه كم هم متحمسين إن شاء الله يارب طيب هل ضل في مراكز بالحسين إربت بحاجة للتعزيز؟ والله صراحة بعد يعني إحنا حكينا وإحنا والكابتن أيمن حكينا أكيد على موضوع المراكز المفقودة لا الحمد لله هيك منعتبر أنه الفريق جاهز على المنافسة الفريق تقريبا بكل مركز فيه لعبين مميزين يعني هيك إحنا كنا نفقد الدكة صراحة شوي لكن الحمد لله حاليا الدكة تعيتنا كاملة وإن شاء الله قادرين إذا بنا نحكي من الناحية المعنوية هل برأيك إنه التوليفة هاي منسجمة تماما؟ معنويا مش فنيا معنويا أنا فنيا ما بقدر أحكي هاي الكابتن أيمن عشان هيك عم نقول لك معنويا بالضبط لا معنويا أنا شايفهم فعلا منسجمين فعليا هم محابين يعني هسا اللاعب لما تحس إنه أنت فعليا بتأخذ ثقتك برضو من اللاعب واللاعب أخذ ثقته منه أكيد فإحنا صرنا نحس بالثقة من اللاعب صرنا نحس إنه هم حاسيب المسؤولية ضيعنا نقاط كثير بمرحلة الذهاب كان كنا الأفضل وقادرين إنه نأخذها لكن بجوز مرات يعني الفرق لما تلعب بقدام فريق منافس بيكون الأداء مختلف الكل بيدي يكون بيحاول يأخذ منك نقطة للأسف ضيعنا كثير نقاط بس اللاعبين حاليا لا فعليا بتجانس بروح عالية جدا حس هم موجودين بمعسكر بتجهزوا الإمبارات بكرة أمورهم ماشاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيهم ألف أفضل حديثنا مستمر ليت معاك رح نطلع فاصل قصير ونكمل حديثنا خليكم معنا أهلاً فيكم من جديد مكملين معاكم بأكسترا تايم والحديث عن نادي الحسين إربد مع ضيفنا مدير النشاط في نادي الحسين ليت أرحب فيك من جديد أهلاً فيك هلأ حكينا عن أمور إدارية وشوي فنية مع إنه ما إلك فيها ضل العنصر الأساسي المهم أيضاً من كرة القدم وهو الجمهور تضيع كاميرا أكسترا تايم كان في إلها مجموعة من اللقاءات مع عدد من جمهور الحسين إربد خلونا نشوفها أسبب لمرحلة الذهاب لفريق نادر حسين إربد طبعاً هي كانت مرحلة ممتازة طبعاً ما طبعاً إحنا كجمهور يعني مبسوطين من الفريق مبسوطين من الأداء من الأداء الإدارة طبعاً أداء الإدارة ما شاء الله عليه شبر فعال رأس مشكرهم مش مقصرين مع الفريق كل يأتوا بمرحلة الذهاب كلها وإن شاء الله بالإياب بأنه بكون أفضل طبعاً إحنا نكون أكبر أخرى كمان إحنا كنا ببداية نقول يعني إحنا بدنا مركز رابع أو شي فإن شاء الله بمرحلة الإياب بأنه يكون إحنا طبعاً نأخذ دوري طبعاً مرحلة الذهاب الفريق أداء بشكل ممتاز ولكن الحظ عاندوا يعني أكثر المباريات كانت الأهداف أخطاء شخصية وإن شاء الله بمرحلة الإياب الفريق ببدأ مع الاستقرابات الجديدة فريق نادي الحسين فريق قوي ومنافس إن شاء الله عبو طوله فمرحلة الذهاب كان ممتاز نوعاً ما لكن الحظ ما حلفنا وإن شاء الله بالإياب إحنا قادرين بقوة منافسة على الدوري وإن شاء الله يعني بهمة الشباب المحترفين الجداد إن شاء الله يلعبوا للشعار وحب الشعار وحب نادي الحسين أول شيء من المسبة لمرحلة الذهاب كانت مرحلة الذهاب جيدة من المسبة لفريقنا نتمنى إن شاء الله بمرحلة الإياب يكون فريقنا أفضل بالعناصر الموجودة الجديدة اللي أجت عنا إن شاء الله أتمنى له النجاح يعني مع التعاقلات الجديدة بتوقع أن نادي الحسين يعني يتقدم أكثر ويسجل أهداف أكثر وصير عندنا زخم هجومي بعون الله تعالى إنه الفوز بالذهاب يكون من حريفنا فيه كل المباريات ومنحق كل هدف المطلوب وهو الوصول إلى منصات التتويج والله رأي بالفريق في مرحلة الذهاب فريق كويس ولكن ما حاله في الحظ كان ينقصنا بعض المباريات الحظ وتعثرنا أكثر من مرة وإن شاء الله بمرحلة الإياب بتم تصحيح الأخطاء اللي كانت من بعض لاعبين والله يوفقهم ليس يمكن اليوم جمهور الحسين إربد عم نشوفه رجع على المدرجات وبأعداد كتير منيحة أسباب عودة الجماهير للمدرجات والله صراحة عدة أسباب يعني الجمهور أول بداية لما يشوف فريقه بنافس وفيه نتائج أكيد بده يرجع وفيه طبعا نسبة بالنسبة للوضع خلينا نحكي الروح الموجودة بالإدارة دائما للإدارة لما يكون فيه روح لما يكون فيه رئيس بيشتغل فعليا بأخذ أراء جمهور الجمهور بيعتبروا عنصر أساسي من الدعم اللي بيقدمه للفريق بيخلي الجمهور عنده طموح أكبر لأنه هو قادر على التغيير أو قادر أنه يوصل صورته فهذا الإشي يعني دائما بيكون فيه حوار مفتوح بين الإدارة وبين الجمهور فهذا عطل الجمهور خلينا نحكي نوعا ما قدرة أنه أنا يعني قادر أني أغير فمعناته أنا لازم أكون موجود فصار عنصر أساسي مبسوطين من الجمهور الصراحة كثير يعني نتطلع على المباريات الحسين تحس أنه نرجع اللون الأصفر على المدرجات بس مش بالأعداد اللي إحنا حبينا أول أمخطط إلها إن شاء الله هس بمرحمة الإياب رح يكون الأعداد أكبر في مجموعة كمان طلعت من رحمة الجمهور النورث فيكينج بالنسبة بعملوا خلينا نحكي طابع خاص أو بعملوا تيفو أو شيء زي هيك صارت بمبارات الوحدات الأخيرة أول تيفو لنادي الحسين فهذا الشي بعمل الصراحة يعني أسوى بأنديت الوحدات والفيصل والرمثة إنك تشوف الحسين كمان رجع فهذا الشي بعطي فعليا جمالية للدوري الأردني هل يعطي ضغط كمان أو أنتو بتاخدوها من الناحية الإيجابية وأنه دافع معنوي والله أنا صراحة بأخدوها من الناحية الإيجابية أو كإدارة عموما بأخدوها من الناحية الإيجابية أنا بالنسبة لحضور الجمهور عمره ما كان هو اللي بشكل الضغط بالعكس الضغط اللي بشكله اللاعب اللي بشكل على الجمهور الضغط صراحة اللاعب لازم دائما يعني يقدر إنه الجماهير الموجودة أو أحكي اللاعب اللي عنده خبرها أو اللي خلينا نحكي اللي لعب بسنوات كثير بالمحترفين بأوقات كان الملاعب بتكون فل دائما عنده قدرة وعارف إنه أنا إلي بالملعب بره ما بسمع بس نفس الوقت الجمهور سلاح ذو حدين مرات بتلاقي بيأثر وإحنا هضل إيش حكيناه وأكدنا عليهم جزء جمهور الحسين من أكثر جمهور واعي بهذه الأمور بالنسبة للمسبات للأشياء هاي والحمد لله يعني مبسوطين كثير برجات الجمهور يعني فعليا لما تحكي عن الجمهور الحسين فهو أكثر إش ببسطك إنه تشوف على المدرجات وإن شاء الله تكون النتائج بتخدم إنه نشوفهم بأكثر وأكثر إن شاء الله من مبارات هم وعدونا بالإيابة يكونوا بأعداد أكبر إن شاء الله مبارات الغد مستعدين لإلها والله صراحة مستعدين ثلاث نقاط لا غنى عنها ثلاث نقاط يعني بتقربك من المنافسة ويعني أي خسارة نقطة بهاي المرحلة رح تكون صعبة علينا ما بحكي إنها رح تكون يعني مثلا تبعدك لا بس هي رح تكون صعبة فإن شاء الله إنه إحنا بنحاول نكسب كل النقاط ما نخسر أي نقطة وعد وعد ورسالة للجمهور أكيد أكيد وعد ورسالة للجمهور أدي منك أول إشي أنا بوعدهم بوعد الرئيس والإدارة إنه إن شاء الله نكون منافسين على اللقب إن شاء الله يكون إنه واحدة ألقاب تكون إنها بالنسبة للرسالة اللي إليهم إحنا بهمنا طبعا تسجيع للنظيف تسجيع اللي بعيد عن العنصرية أو بعيد عن المشاكل أو بعيد عن هاي الأمور بهمني إنه الجمهور اللي بيطالب بطولة بدي يكون حاضر بالملعب ما في مستحيل أنت تشوف أنا بحكولي مثلا بيجوا بيحكوا هاي شباب الأردن أخذ دوري بدون جمهور بحكي لهم بجزء أيام قبل الاحتراف تختلف عن أيام الاحتراف أيام الاحتراف اللاعب بيطالب الجمهور يكون موجود لأنه اللاعب جاي على نادي كبير وجماهيري مش معقول يجي على برامة يلاقي جمهور فإحنا من طالبهم أن يكونوا موجودين ومن نوعدهم أنه نقدم الأفضل ونكون منافسين بإذن الله بدي أتمنى لكم كل التوفيق الله يسعدك يا رب وإن شاء الله بتحقيقوا كل الأهداف اللي أنتو خاطرونها إن شاء الله سميع وشكرا لحضورك معنا إن شاء الله الله يسعدك أنا بشكرك وبشكر قناة رؤية طبعا أكسترا تايم وإلا الله يعطيكو ألف آفة شكرا لك شكرا لك